السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم يا شباب مرة تانية النهاردة ان شاء الله السلسلة التانية في فيديوهاتنا واللي هننقش فيها ان شاء الله الريفرنس ومشاكل الريفرنس والاسئلة الكتيرة اللي جيت لعن الريفرنس ان شاء الله لو شفت شوية الاسئلة دول ما اعتقدش ان فيه اي سؤال ممكن يقف معك تاني في الريفرنس وهيبقى حاجة سهلة جدا وحتقدر تجيب الريفرنس لاي موقع انت عايزه بسهولة جدا لما كنت شفت الفيديو الاول شوف من الاي اللي هتطلع لك فوق الفيديو الاول والمشاكل اللي بتواجه الناس في استخدام برنامج الورد يلا بينا نشوفه اشهر الاسئلة اللي جيتني في استخدام الريفرنس وينشرحه الاسئلة دي اول سؤال وهو اهم الصور اللي هشوفها الريفرنس وإيه الداتا المطلوبة لها لان انا بنلاقي داتا كتير لما انا نيجي نعمل سيتاشن او كده ما بنعرفش ايه اهم الداتا اللي عايز نكتبها للصور المختلفة للريفرنس يعني ايه الكلام ده هوت يعني انا مثلا لما نحدد الستايل بتاعي على فانكوفر او اي استايل انا عايزه مثلا احنا هنشترع على فانكوفر وينيضغطهم على واد نيو سورس حلاهم ان الصياغ المختلفة او الصور المختلفة للريفرنس بتاعي اما هيكون كتاب انا جيبه من كتاب او جايبه من جورنال ارتيكليف جورنال اما جايبه من ويب سايد دول تقريبا يمثلهم تسعة وتسعين في المية من المصادر اللي انت ممكن تلاقيها على سواء جوجل سكولر او جوجل العادي او روح تلأي انجين بحث علمي زي بابد او غيره فالتالت الصور دول ايه هيهمني في كل واحد من التلاتة لو رحنا للبوك هنعوزهم الاثر من هو الاثر ده اللي كاتب الكتاب او هو اللي مؤلف بتاع الكتاب ده الاثر وحنعوزه التايتل التايتل اللي هو عنوان الكتاب بتاعي الكتاب ده هوت عنوانه ايه وحنعوزه حاجة تانية اللي هي التاريخ اللي هو الكتاب ده هوت كان سنة كام يعني التاريخ بتاع الكتاب ممكن البابلشار لو موجودة تكتفيها ولو مش موجودة مش لازم يعني وتكتفي بالتلاتة اساسيين دول اهم حاجة عندي الاثر والتايتل ويه لو كان التاريخ البابلشار مش لازم نكتبوه قوي طبعا يعني الادشان والادوتور وكده مش هيلزمونا في حاجة ده بالنسبة للبوك الجورنال اهم حاجتين عندي حيكونوا اسم الجورنال والذime الآثور إن موجود ماشي إن مكانش موجود عادي كلا بس أهم حاجتين على سبيل المثال مثلا دهوت جورنال وهوت 거 same as Okay接은 بنق Pattern فنضيفه في. الن home's clinical medicine والذieving طيال يعتبر كده التايتل والاثر هتبقى الام دي بي اي ده اللي هو الموقع الكبير اللي مالك الجورنال ولكن قلنا ان هو موجود ماشي ان مش موجود عادي نكتبوه مسلا ام دي بي اي ويبقى كده احنا ضيفنا اهم تارت حاجات ما يلزمناش اي حاجة تانية من دول يبقى انت في الجورنال لازم تعرف التايتل والجورنال نيم ان عرفت الاثر تمام ان ما عرفت الاثر مش مشكلة طيب اخر حاجة مشهورة وهي الويب سايت ايه اللي حيلزمني في الويب سايت حيلزمني حاجتين مهمين جدا والتالتة برضو مش لازم قد كده اهم حاجتين نيمقى في الويب سايت الويب سايت ده اسمه ايه اسم بتاع الموقع العلمي ده هوت ايه واليو ار ال او اللينك بتاع الموقع طب لو جاء انطبقوا عملي على ده هنروح مسلا الويب سايت ده هوت ده اا ويب سايت بيتكلم عن اا الاميون سيستم اا تبع جامعة اسمها اا روشستر ميديكال سنتر يبقى ده الويب سايت بتاع الجامعة دي يبقى انا استنتك كده ان الامي اوف ويب سايت هيبقى الاسم بتاع الجامعة يبقى الامي بتاع الويب سايت هيبقى اونفوريستي اوف روشستر ميديكال سيستم طب الحاجة التانية المهمة عندي اللي هو اليو ار ال انا مجبه مني للو ار ال ال الي هو ال ال الي ادرس اللي فوق ده هوت انا بضغط تلات ضغطات او تلات اكتات بيعمل سيكت الرحيل او كنترول سيب. انا كده اخدته كوبي. واروح احطه هنا. طبعا الاوسر مش لازمني في حاجة. واضغط اوكي. انا كده اضفت اه معلومات بتاعت الرفرنس بتاعي بتاع الويب سايت. طب افرد انت بقى عايز موقع اونلاين يجيب لك اه الرفرنس لحد عندك جاهز وانت قاعد مستريح. وما يكونش طبعا زي البرامج الكبيرة اللي هي زي او زي الميندل. يكون برنامج بسيط وسهل. وفكرة بسيطة او فكرة بسيطة لو خدتها مني. انسى بعد كده موضوع البحث راحب. ده موضوع طفي بالنسبة لك. ايه هو الموقع ده هو. من احسن المواقع اللي انا لقيتها اللي هو موقع. ازاي بقى استخدام الموقع ده وركز معايا جدا جدا جدا. اول حاجة اول ما تفتح الموقع لازم تدخل على القائمة دات اللي هي سيتيشن ستايل. ستخليها اخر حاجة او حتخلى الفانكوفر او حسب انت عايز تجيبها ايه? احنا مسا هنشتغلوا بالفانكوفر هنختاروا فانكوفر. طب افرد انت عايز تشتغل بالأي بي اي مسلا تختار الاي بي اي او تكتب هنا فانكوفر او اي بي اي او كده. فاحنا هنكتكوا على فانكوفر. وهنا نتغضم اد نيو ريفرنس. هيقول لك الرفرنس ان انت عايزه. ويبسايت ولا جورنل ولا بوك. اسمع بقى النصيقة هسدي تركز جدا. لو انت عايز تجيب ريفرنس بتاع وك هتدخل عادة عالبوك هنا. اما لو انت عايز تجيب ريفرنس بتاع وحتدخل على ويب سايت. ولو عايز تحجب برضو ريفرنس بتاع ويب سايت هتدخل على قائمة ويب سايت وده هتفهموا ماذا معايا دلوقتي. اول شي نسف geven مثلا في البوك على سبيل المثال انت عايز عايز اشوف ريفرنس بتاع كتاب من اللي قاتل. على سبيل على كتاب الخطف viver فارما مثلا اللي هو كتاب مثلا جود مان اند جيل مان. جود مان اند جيل مان. نشوفوا مين اه اللي نشوفوا ايه الرفرس بتاع الكتاب ده هوت. لو جيت معي هتلاقي هنا اهوت الكتاب والكتاب ديت برضو بنسخ تانية او تانية مختلفة. اهم حاجة هتلاقيهم كلهم تقريبا او معظمهم مشتركين في نفس العلماء اللي هم كتبين الكتاب ده همت. فاحنا حناخدهم اول واحد مثلا ده هوت نضغطهم على سايت. بعد ما نضغطهم على سايت هنضغطوا على كونتينيو. هنا هيجيب لنا الاللي فين الكتاب والتايتل ونضغطهم على كومبيليت سايتاشن. هيقول لنا هنا سايتاشن ساكسسفوري كرياتي. فين هي السايتاشن بقى بتاعي? من بعد كلمة يور بيبليو جرافي. كمل الكلمة ديت ودهوت هيبقى السايتاشن بتاعك. حدده كده وضغط على كوبي بيبليو جرافي سايتاشن. هتظهر لك اه الصفحة تضغط على دونت شو ميز اس اجين. يبقى كده احنا اخدنا الريفرنس بتاعنا وعادي حنحطوه في الورد بيست عادي خالص في الريفرنس. يبقى ضاء الريفرنس بتاعنا من غير ما نستخدمه بقى انسير تصايتشن ولا حاجة هو الريفرنس كده جالنا ساهل. طب ضاء بالنسبة للبوك. وهيكون ساهل جدا بالنسبة للبوك. طب بالنسبة للويب سايت او الجورنال. بالنسبة الويب سايت ساهل جدا. هتدخل على الويب سايت عادي. على سبيل المثال احنا الموقع ده هوقت اللي احنا اه كنا فيه من شوية. هتاخد بس هيقولك اكتب لي اليو ار ال. عادي ادى الويب سايت خدت منه الداتا. كله هتعمله هتاخده اليو ار ال. هتاخده كنترول سي او كوبي. هتروح تحطه في. تضغط على سيرش. هيزهر لك اه المقالة بتاعتك هي يعني بمنتهى الدقة. يعني في الويب سايت هيزهر لك يعني بدقة كبيرة جدا. تضغط على سايت. وده كنتينيو. هيقول الاسر اه ما جابش اسر لانه ملقاش اسر للموقع. هيقول لك اه بابلش لسانة كام وايه اسم الويب سايت اللي هو احنا كنا اقلنا عليه هو الويوريسي روسيستر. واليو ار ال بتاعه. هنضغط عليكم بريد سيتيشن. اه طبعا سيتيشن سكسفولي كرياتيد. هنلاقهم اه الريفرنس التاني. اولاني ده بتاع الكتاب اللي احنا جبناه هو حافظه. ده باقي التاني بتاع الويب سايت بتاعنا. هنروحهم نحدده الكلام دهوت بعد كلمة سيور بيبليو جرافي. نحدده كل دهوت ونضغطهم على كوبي بيبليو جراف سيتيشن. وعادي خلاص نروحه على الورد وي كنترول فيه. كده اضاف لي الويب سايت بتاعي او السيتيشن بتاع الويب سايت. طيب بقى بالنسبة للجورنال. بالنسبة للجورنال الموقع ده مش هيكون دقيق. ليه? لان الجورنال بيعتمد على اسم الجورنال بتاعك. بيقول لك اكتب لي اسم الجورنال. عشان كده لو كتبت اسم الجورنال هيطلع لك تقريبا عشرات المواقع لأسامي متشابهة لنفس الجورنال. وهي صعب تلاقي حتى الجورنال بتاعك او تلاقي العنوان بتاعك اللي انت مختاره. يعني على سبيل المثال. لو انا اخترت هنا جورنال وروحت اخدت العنوان بتاع الجورنال ده هو كوبي وحطيته هنا. هو عايز هنا اه النيم بتاع الارتكل او نضغط سيرش. هيظهر لكل الخيارات ديت ولو دورنا ولا خيار من دول اسمه هيكون مطابق للاسم بتاعي بتاع الجورنال بتاع او بتاع 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 الارتكل بتاعتي ولا اسم من دول. فعشان كده ده هيكون خيار غير دقيق. طيب ايه ادقى حاجة زي ما قلت لك اسم على كلامي حتى لو انت عايز تجيب الجورنال اختار ويب سايت. الويب سايت هيقول لك هاتل اليو ار ال. روح بقى للجورنال بتاعك واختار اليو ار ال ده هو تكوبي ويحطه بست. وضغط على سيرش. هتلاقي بمنتهى الدقة ظهر معاك العنوان وظهر معاك المقالة بتاعتك. هتضغط على سايت. وركز معايا هتضغط على كونتينيو. ركز معايا انت كده عامل سايتاشن للجورنال بتاعك على هيئة اه ويب سايت. يعني بمعنى صح هيكون ضيف لك اليو ار ال. انت ما انتش عايز اليو ار ال. ان ده هوت اصلا جورنال. فانت هتعمل ايه? هتروح لليو ار ال وتلغيه. وهتعمل حاجة كمان. لو روحت للنمقوف الويب سايت هتفقيه ام دي بي اي. ولو تفتكروا ان الام دي بي اي ده كان الاوسر. انما النمقوف جورنال هيبقى اه ميديسن. النمقوف جورنال ميديسن. وهتخلي كل المعلومات زي ما هي. هو كده جاب لك كل نيم. وكل العلماء بتوع الاثر اه اللي كتبوا اه الارتكل بتاعتك. وانت ضيفت اسم الجورنال مكان ويب سايت نيم. يعني مكان ويب سايت نيم ضيف اسم الجورنال. وسيب كل المعلومات زي ما هي. اده التايتل والبابلش ده كل حاجة. واضغط على كمبيليت سايتاشن. هتلاقي هنا انتيكستسري اللي هو المرجع التارث لاننا عملنا مرجعين قبل كده. هتحدد بعد كلمة زي ما احنا متعودين عادي كل ده هو. هتضغط على كوبي آآ بيبليو جرافي سايتاشن. ويبقى هو كده عمل لك اختباس لآآ الجورنال بتاعك. ويتكتب لك كل ده. طب معنا صح انت ضحكت عليه بحاجة بسطة جدا. واللي هو غيرت اسم الويب سايت لأ اسم الجورنال. ويبقى كده انت نجحت انك تضيف آآ آآ بتاع الجورنال بتاعك. دي كانت كان اسهل طريقة او اسهل موقع. ممكن تجيب بي بتاع اي حاجة قدامك. سواء كان البسيطة اللي ممكن نحوله بها من ويب سايت الى جورنال. وزي ما قلنا مفيش اي موقع انت تدخله مش هتلاقي عليه الريفرنس. الريفرنس هيكون قدامك. المعلومات المهمة الصغيرة اللي هم اتنين او تلاتة لازم يكونوا قدامك. ولكن الناس هتخيلت انك لازم تدخل على جوجل سكولر وتدخل على سايت وتاخد الحاجة كوبي وتروح تحطها بيست. وطبعا تردت مش لازم. هنا زي ما قلنا عادي اده اليو ار ال اللي موجود عندي واده اسم اه الويب سايت بتاعي. فكل حاجة هتكون في اي موقع مهما كان مهما جبت اي موقع هتلاقي المعلومات قدامك. بس انت دور بتركيز شوية. ويبقى كده جاوبنا على السؤال التاني اللي هو مش عارف اجيب بحث ايه المواقع المهمة اللي ممكن تساعدني في كتابة البحث. احنا كده وصلنا تقريبا ل 11 دقيقة فكفاية الفيديو ده هوت. ويبقية الاسئلة ان شاء الله حنجوب عليهم في الجزء التاني من الفيديو ده هوت عشان ما اطولش عليكم والناس ما تزهقش. واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.